هو ثالث أكبر معرض للتقنية بالعالم جايتكس 2017 في نسخته السابع وثلاثين وبعدد زوار متوقع يزيد على 150 ألف زائر 31 شركة وطنية سعودية تشارك تحت مظلة الجناح السعودي بتنظيم من الصادرات السعودية حيث حققت صادرات التقنية في المملكة نمواً بلغ 14% خلال السنوات الأربعة الماضية من جهتها تستعرض وزارة العدل في مشاركتها مسارات التحول الرقمي في تعاملاتها وخدماتها في المحاكم وكتابات العدل وآخر خدماتها الإلكترونية وتطبيقاتها التفاعلية التي تسعى إلى إيجاد حلول فعالة لتسهيل إجراءات التقاضي والتوثيق تيسيراً للمستفيدين المرة الرابعة وزارة العدل تشارك في معرض جايتكس لعرض الخدمات الإلكترونية التي تقدمها للجمهور جمهور وزارة العدل يحظى باهتمام من أعلى مستوى في وزارة العدل من حيث تسهيل تقديم الخدمات الإلكترونية لجمهور الوزارة للمستفيدين سواء الداخليين أو الخارجين على مستوى أعلى لتسهيل وتسريع خدمات التقاضي وزارة الداخلية سعت من خلال مشاركتها الثالثة إلى تسليط الضوء على الإنجازات التقنية للوزارة التي تجسد ارتزامها بدعم وتحقيق رؤية المملكة 20-30 في التحول إلى الحكومة الإلكترونية تعد مشاركتنا هذا العام هي المشاركة الثالثة على التوالي وتأتي ولله الحمد تأكيدا لتمييزنا في المشاركتين السابقتين وهي حقيقة تسلط الضوء على خدمات وزارة الداخلية التقنية الهادفة إلى تسير معاملات المواطن والمقيم من جهة وتجسد إيمان الوزارة الراسخ في تحقيق ودعم وتنفيذ رؤية المملكة 20-20 يذكر أن المملكة العربية السعودية أحرزت تقدما ملحوظا في مؤشر الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية إذ انتقلت من المركز التسعين في عام 2004 لتصل إلى المركز السادس والثلاثين في العام 2014 ميلادية بعد النجاحات المتتالية التي حققتها المشاركة السعودية في معرض جايتكس للتقنية في دبي تأتي المشاركة هذا العام لتكون الأكبر من نوعها وتعكس التطور التكنولوجي التي تشهده المملكة للقناة السعودية الأولى سالية الزعبي معرض جايتكس دبي